موسيقى يشرفني التواجد معكم سنستكمل دراستنا حول القيادة بالإيمان سنتحدث تحديدا عن اليقظة والواعي والاكتراث أحبائي يجب تجاوز المسيحية السلبية فلقد أقمنا في الكنيسة جيلا من المتغاضين عن الشر ونحتاج زاري الخير يقول الكتاب اغلب الشر بالخير لا يفترض التغاضي عن الشر ويجب علينا فعل الخير بإصرار وعزيمة من أجل أن يغلب الخير الشر في الأرض هذا واجبنا ليس فقط الجلوس في الكنيسة ودراسة الإنجيل لقد طبعنا التأدب الزائف لدرجة فيها تغضينا عن الكثير مما يدنس اسم الرب لكن أؤمن بأن الله يقودنا نحو صحوة في عالمنا لنعلن حق المسيح يجب أن ندعم أطفالنا إن المدارس العامة لا تخص مديريها والسياسيين وحدهم لكنها تعني أولياء الأمور قد لا يكون البعض أطفالي ولكن على الجميع الاهتمام لقد أعطانا الله مسؤولية أحضر كتابك ومفكرتك والأهم افتح قلبك سنتناول بعض الفقرات النبوية وبصفة أساسية فقرتين تحدث فيها يسوع عن علامات مجيئه الثاني ونهاية الأزمنة ورجائي أن يكون تناولنا لهما سببا في دقة قراءتنا للنصوص الكتابية فلقد اهتممنا بتحقيق النتائج التي نريدها دون التفاصيل الكتابية ويتشابه ذلك مع شعب القرن الأول فقد رغبوا بشدة في مسيح يدمر الرومان ويستعيد بجرأة استقلال اليهود ويؤيدهم إلى أرضهم وضعن الأمور في نصابها حتى أنهم لم يهتموا بمعجزات يسوع أو النبوات وبينما نتناول أمورا بينها الواعي بما يدعى أخبارا جيدة وصياغة منظور كتابي لعالم نعيش فيه فإننا نحتاج لأن ننصد جيدا لكلمات يسوع وإلا لن نتمكن من إدراك التحديات وأظن أن كثيرين منا لم يهتموا بحثا عن راحتنا وتجد من يقول أريد الابتعاد عن للطراب لست أسعى للحصول على نياشين ومن جهة أخرى أريد أن أكون مستعدا وكل من حولي كذلك للنجاح في كافة المواسم حتى مجيء يسوع أتفهم أن البعض يخالفني الرأي ولا أمانى وأشك أنك ستجد رأيا أفضل الدرس القادم سيكون عن التواضع لننظر إلى لوقة الإصحاح السابع عشر قال يسوع لتلاميذه ستأتي أيام تشتهون أن تروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولا ترون وحدث ذلك فعلا فإذا تتبعت التلاميذ عبر سفر الأعمال ستجد أنهم كثيرا ودوا الأكل مع يسوع ألا تعلمون ستأتي أيام فيها تشتهون أن تروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولا ترون ويقولون لكم هو ذا هنا أو هو ذا هناك لا تذهب ولا تتبع لأنه كما أن البرق الذي يبرق من ناحية تحت السماء يضيء إلى أخرى كذلك يكون أيضا ابن الإنسان في يومه أعطاهم يسوع علامة ستحدث قبل عودته عودتي ستكون مثل البرق الذي يضيء في السماء وفي متى 24-27 لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان إذن أحد العلامات الكتابية التي تشير إلى مجيء يسوع الثاني للأرض هو وجود البرق صحيح؟ لم ندخل إلى العمق بعد لأسألكم سؤالا إذا شاهدتم البرق والرعد في إحدى العواصف هل تتصورون أن عودة يسوع اقتربت؟ كلا ستكون الإجابة هيا فقط عصفة رعدية فأنت لا تجث وتصرخ ارحمني يا رب تجاوزت إحدى السيارات اليوم وخدعت الطابور لأنجز معاملاتي فأنت لا تسارع بالتوبة عن خطاياك لأنك سمات صوت الرعد أو شاهدت البرق في السماء ولا تصرخ قائلا الرب آتي الآن أنت تفهم أن يسوع لم يقصد أن كل مرة يحدث فيها برق ستكون إشارة على أن عودته وشيكة اتفقنا؟ حتى الآن يبدو الأمر سهلا نشأت مزارعا في تينيسي وأحاول استخدام عقلي عندما تحدث يسوع عن علامات نهاية الأزمنة فليس معنى ذلك أن تلك العلامات لن تحدث إلا في نهاية الأزمنة لذلك فعلامة حدوث البرق لا تعني أنه بمجرد رؤيتك له سيأتي المسيح أخطأنا في الفهم واعتقدنا أنه بمجرد رؤية إحدى العلامات تكون النهاية وقد يقول متشكك تمهل قليلا فلقد رأينا هذا سابقا في التاريخ إذن فليس لأي من هذا علاقة بمجيء الرب ويجب علينا أن نختار إما أن نغمض أعيننا ونهتم فقط برأينا وتفسيراتنا للعلامات التي نراها ونشعر بها أو أن ننظر إلى التاريخ بصورة أوثع ونتشكك قائلين لا أعرف حقا ما أقول وأرى أن كل الموقفين لا يعبران بدقة عن المعنى الذي أراد يسوع إيصاله فهو لم يقل إذا رأيتم برقا سأعود ولم يقل إن حدوث البرق يعني أني آتي ولكن قال بوضوح إن عودتي ستكون واضحة كالبرق في السماء كان يسوع يتحدث ببساطة لكن بطرق آمق فكم من المرات قرأت الأناجيل ولاحظت أن الجموع لم تفهم ما يقول لهم لأنه كان يتكلم بالأمثال أو أن أصدقاءه المقربين كانوا يقولون له على انفراد نحتاج تفسيرا نحن لا نفهم ما الذي يجعلنا نعتقد أن بضع دقائق نقضيها في قراءة الإنجيل بينما أذهاننا في الحقيقة مشغولة بما يتعين علينا القيام به ستفتح أمامنا خطط ومقاصد الله القدير هل اتفقنا على أن البرق في السماء لا يعني أن عودة يسوع أو شكت من يؤمن بهذا؟ ماذا عن بقياتكم؟ حسنا دعونا نتعمق أكثر في الأمر في تسالونيك الأولى لأن الرب نفسه سوف ينزل من السماء الرب آت أحبائي لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون أولا ونجد هذا أيضا في متى 24 حينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير ها قد جاء المسيح من السماء إلى الأرض فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها يمكنني تناول فقرات أخرى ولكن الأمر المشترك هنا أن عودة المسيح إلى الأرض سوف تكون كصوت البوق والسؤال في كل مرة نسمع البوق أهذا يعني أن عودة المسيح الآن؟ إذا كان كذلك فليحضر أحدكم بوقا لقد سمعنا جميعا البوق والمسيح لم يعود بعد اتفقنا؟ أصبح الصوت اعتياديا ومختلفا قليلا في متى 24 والعدد الثالث أطول الفقرات النبوية في هذا الشأن ولقد بدأ الأمر بسؤال طرحه التلاميذ عليهم هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر وفي متى 24 و25 أعطاهم يسوع صندوقا ممتلئا بالعلامات تتكرر أجزاء منها في مرقص ولوقة وفيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين قل لنا متى يكون هذا؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ لقد طرحوا على يسوع عدة أسئلة أجاب يسوع وأول ما بدأ به انظروا لا يضلكم أحد حاجبا لم يسألوا عن ذلك لم تخطر على بالهم إمكانية تعرضهم للخداع فقد عاشوا مع الرجل ثلاث سنوات لقد فسر يسوع الأمثال لهم لقد كانوا شهودا ومع ذلك أوصاهم يسوع انظروا لا يضلكم أحد وتكرر التحذير كثيرا في الفقرة النبوية كان يكرر ذلك مرارا وتكرارا ولن أتناول معكم جميعها في مرقص لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات وعجائب لكي يضل لو أمكن المختارين فانظروا ها أنا قد أخبرتكم بكل شيء وفي أكثر من موضع قال لهم يسوع هذا وكأنه يرد على الاعتذارات التي نقدمها أخبرنا الأنبياء عن العلامات التي نحتاجها للتعرف على المسيح وكثيرون لم يؤمنوا لأنه لم تكن لديهم الإرادة لفهم الأوقات الروحية ولهذا قال يسوع في تسالونيك الثانية الإصحاح الثاني لا يخد عنكم أحد على طريقة ما يا للعجب لا يخد عنكم أحد على طريقة ما ويعني هنا أي شخص وبأي طريقة ويتسع هنا التحذير لأنه لا يأتي والمقصود هنا يوم مجيء الرب لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا ويستعلن إنسان الخطيئة ابن الهلاك من هو المسيح الدجال إذن فإن يوم الرب لن يأتي حتى يحدث الارتداد أو التمرد وبعض الترجمات تستخدم كلمة الارتداد والكلمة اليونانية أبوستسية وتعني الارتداد إذن فلن يكون هناك تمرد وسط غير المؤمنين وفي الواقع فإن طريقة أوضح للتفكير في الارتداد أنه كان هناك تخوف بين المؤمنين أن يتم خدعهم للإيمان بشيء مزيف ولا يعتبر ذلك أمرا غير معتاد للأسف كثيرا ما تحاول بعض المجموعات بعد أن تنضم إليها الحفاظ على ولائك وانتمائك لتلك المجموعة وبمجرد أن تحاول إحدى المجموعات إقناعك بأنها الطريق الوحيد أقترح أن تبتسم وتدير ظهرك وتعدو بعيدا عنها حسنا وأقول لكم هذا لأن وصف الأمور التي ستحدث قبل ظهور المسيح الدجال بشكل واضح يتضمن حدوث تمرد وارتداد ينقلب فيه المؤمنون على الحق الذي يعرفوه لن يكون الأمر تساؤلات أو سوء فهم أو استخدام ترجمة خطأ لقراءة الكتاب المقدس بينما في الواقع توجد ترجمة أدق إن هذا الارتداد سيكون بسبب التمرد على الحق الإلهي وبلغة الكتاب المقدس فإننا لن نحتمل التعليم الصحيح ولن نحتمل تعريف الكتاب المقدس للأسرة أو الأخلاق أو الجنسانية البشرية سنرفض دعوة الله بالتحنن على الضالين ولن نحيا بهدف تمجيد الله في حياتنا يذكر بولوس في تيموساوس الثانية ثمانية عشر نقطة مختلفة في الشخصية الإنسانية ستتدهور فيها في الأيام الأخيرة فيقول إنه سيكون لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها وفي نظر بولوس فإن قوة الله محورها صليب يسوع المسيح ومعنى هذا أنه سيكون هناك أجواء من التدين ولكن صليب المسيح لن يكون محور إيمانها أحيانا نضل عندما نتحدث عن المسيحية أو تبعية المسيح الهدف من هذه العلاقة مع يسوع أن تجلب الحرية لحياتنا ولا يريد أن يحدك أو يقللك أو يأخذ منك شيئا يسوع يجلب الحرية وهذا هو الهدف من هذه الدراسة أن تتحرر من القلق يسوع قال لنا بشكل مباشر لا تقلقوا قد تساعد دراسة أصل الكلمة لا أفعل هذا كثيرا لكن هنا قد يساعد التعبيرات الرنانة في أصل الكلمة في الإنجليزية القديمة الكلمة تعني يختنق وفي الإنجليزية الوسطى تعني الإمساك بالحلق مثلما يمسك الذئب بالخروف من حلقه عندما يهاجمه بحلول القرن السادس عشر تم تقلصها لتعني المضايقة أو الهجوم وفي تعريفها الحالي القلق هو الشعور بالهم والاضطراب وعدم الارتياح ولكن أحب هذا التقدم لأن تأثير القلق الحقيقي على حياتك أو حياتي يطبق على حلقنا يشنقنا ويخنقنا ويقلل من فاعليتنا ويختازل وعينا بعالمنا يمنحنا مشاعر غامرة بما يمكن أن يكون ويحجب حقيقة أين نحن ومن نحن قرأنا في متى ستة تعليق يسوع عن القلق أربع مرات في النص يفحص تمسكنا بالقلق فيقول لا تفعل ذلك لا تهتم بما تلبسون وما تأكلون ولا بما تشربون ولا أين تعيشون هو لا يقول إنها أمور ليست هامة في حياتنا بل إن القلق بشأنها غير لائق وكثيرا ولا سيما المتدينين منا يمكننا تبرير قلقنا وخوفنا وانشغالنا فنقول نحن نفعل أمور الرب أمور كثيرة نوطيها في طلبات الصلاة بالاهتمامات الكتابية ونغلفها في تعبيرات مستخدمين كل أنواع الكلمات الروحية والواقع هو أننا غير مهتمين بملكوت الله نحن ندفع بأفكارنا ونغلفها بكل أنواع اللغة الهدامة هذا أفضل سيناريو للقلق الأسوأ سيضعف إيمانك وسيجعلك غير مثمر تذكر مثل الزارع يسوع تكلم عن زارع خرج ليبذر ووقعت البذار على أنواع مختلفة من الأراضي لقد تكلم عن نوع من الأراضي في متى 13-22 يقول الكتاب والمزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر هذا تعرفنا عن القلق يمكنه أن يخنق تأثير كلمة الله وهذا يحذرني إذا أعطيت للقلق مكاناً في قلبي إذا رعيته ونميته ولم أنتبه له ولم أتعامل معه فإنه سوف يخنق تأثير كلمة الله هذا لا يمكننا تحمله وإليك دعوة يسوع أخبرنا بالحق قال لا تقلق ويجب أن لا نقلق وإن اخترنا أن نقلق فقد اخترنا أمراً غير لائق وأفضل علاج كتابي لذلك هو التوبة سأختم وأرجو أن تصلي صلاة معي لنتوب فقط أعطينا القلق مساحة في قلوبنا ووقتنا وحياتنا مستعد؟ لنصلي أبانا أشكرك من أجل كلماتك نقبلها لأنها الحق أشكرك على الطريق الذي تفتحه أمامنا للسلام والحرية والرجاء والفرح نريد أن نتوقف ونقول آسفون ولنتوب اغفر لنا لأننا تسلمنا زمام حياتنا وكنا نقلق حول أمور وقتية ملأت قلوبنا وأيقظتنا بالليل وقلصت من علاقتنا بك نتوب عن ذلك اغفر لنا وفي توبتنا لا نقبل غفرانك فحسب بل سيادتك على حياتنا يا روح الله ساعدنا أن نسير في الطريق الجديد في اسم يسوع آمين حرست على قضاء بعض الوقت في قراءة إنجيل يحنى خلال الأيام الماضية في إنجيل يحنى تجد القادة الروحيين لذلك الجيل لم يسمعوا للحق الذي نطق به يسوع عن السبت هذه الكنيسة تعي أهمية حضور الخدمات ولذلك قمنا بتوفيرها للتعبد في أيام الأربعاء والسبت والأحد وحاولنا قدر استطاعتنا جعلها متشابهة حتى لا ندفع الناس لحضور الخدمة في يوم معين وموقف الكنيسة أنه لا يتعين حضور الاجتماعات في يوم محدد ولكن المهم الحضور بانتظام يختلف هذا كثيرا بالنسبة لمن خاطبهم يسوع قاموا بتقديس يوم محدد في الأسبوع وبنيت مجموعة من القواعد حول ذلك اليوم فقد يذهب شخص إلى معلم يهودي ويسأل هل أذهب إلى المباراة يوم السبت فيجيبه أجل لكن لا يمكنك شراء التذكرة لأن ذلك سيعتبر عملا ولكن إذا قام أحدهم بشراء التذكرة وأعطاها لك يمكن أن تذهب للمباراة قد يبدو ذلك مضحكا ولكن هناك مجموعة من الأدبيات الخاصة بأحكام يوم السبت وقواعده لقد ابتعدوا كثيرا عن طرق الرب فلقد أراد الرب أن تتوقف عن مشاغلك وعملك لكي تتأمل في صلاح ونعمة ورحمة الله لأن الوصية الأصلية تتعلق بتقديس يوم الرب وليس استخدامه للترفيه لكن هذا موضوع آخر في يحنى خمسة عدد ثمانية سنقوم بتتبع الأحداث من إنجيل يحنى في الإصحاحات خمسة وسبعة وتسعة يسوع يقابل رجلا كان ينتظر شفاءه بجوار بركة بيت حسدة ويقيم حوارا معه الرجل لا يستطيع أن ينزل إلى المياه بعد أن يحركها الملاك فيتحنن عليه يسوع قائلا قم احمل سريرك وامشي فحالا بريء الإنسان شفاء معجدي وحدث خارق للطبيعة حمل الرجل سريره ورحل لم يتمكن الرجل من المشي ولكن يسوع قال له كلا سأقوم بشفائك احمل سريرك وامشي فمشي الرجل وكان ذلك اليوم سبتا لذا قال اليهود للذي شفي إنه سبت لا يحل لك أن تحمل سريرك ووجد نفسه في معضلة هذا الرجل عانى من إعاقة جسدية لفترة طويلة والرجل الذي شفاه من تلك الإعاقة أخبره بأن يحمل سريره كم منكم يرغب في أن يحمل سريره لكي يتأكد من قدرته على حمله أو ربما تحملون أسرتكم في كل مرة تسيرون فيها هيا لم ننتهي بعد أجابهم إن الذي أبرأني هو قال لي احمل سريرك وامشي بديهيا فسألوه من هو الإنسان الذي قال لك احمل سريرك وامشي أحب ذلك أما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو يسوع لم يعطيه بطاقة لأن يسوع اعتزل إذ كان في الموضع جمع بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال لها أنت قد برئت فلا تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر هل تتصورون أن يسوع كهذا؟ هل تتصورون أن يسوع كهذا؟ لا تخطئ لألا يكون لك أشر فمضى الإنسان وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه ما زال الرجل يحاول فهم المعجزة التي حدثت لم يشفي يسوع الرجل لأنه كان تلميذا أمينا ولكن لأنه تحنا ورغم ذلك فإنه يسبب المتاعب والقادة الدينيين لم يهتموا بمساعدة الناس لأنها تهدد من سلطاتهم لتبقى مريضا شفاءك يتعبنا في يحنى سبعة نجد يسوع يطرح سؤالا على القادة الدينيين فإذا كان الإنسان يقبل الختان في السبت لألا ينقضنا موسى موسى إذن فالمشكلة التي يتناولها السؤال أنهم قالوا إنه يجوز ختان الطفل فالشريعة نصت على تقديم الطفل الذكر في اليوم الثامن إلى الكهنة حتى تتم عملية الختان وكان يسوع يطرح سؤالا فإن كان الإنسان يقبل الختان في السبت لألا ينقضنا موسى موسى أفتسخطون علي لأني شفيت إنسانا كله في السبت لا تحكم حسب الظاهر بل حكم حكما عدلا فقال قوم من أهل أوروشاليم أليس هذا هو الذي يطلبون أن يقتلوا لماذا هم غضبون عليه لأنه يكسر قواعدهم ولا يدخل في مناقشات نظرية معهم ولكنه يتحدى سلطتهم التي يحاولون دوما أن يفرضوها على الناس ويسعى لتحقيق قصد الله حقا من الشريعة من الممكن أن تكون متدينا جدا ومخدوعا جدا تبالغ في الورع والاعتزاز والانضباط الشخصي وتنغلق فكريا على أجزاء محدودة من كلمة الله وتستخدم تعبيرات رنانة هذا ليس إيمانا مجموعتنا تتناول الأمر باختلاف جيد ولكن حيث أن مجموعتك لم تكن متواجدة منذ البدء فيتعين عليك ومجموعتك التوافق مع كلمة الله لا أعتقد أن هذا أمر مهم فأنا مولود ثانية طريقة تسبب مشكلات نجد في يحنى تسعة فأتوا إلى الفريسيين بالذي كان قبلا أعمى تعرفون القصة قابل يسوع هذا الرجل في أوروشاليم وتفل على الأرض وطلب الطين عيني الأعمى وأخبره أن يذهب ويغتسل في بركة سلوان فذهب الرجل واغتسل وعاد بصيرا فأتوا إلى الفريسيين بالذي كان قبلا أعمى وكان سبت حين صنع يسوع الطين وفتح عينيه كم منكم يظن أنها صدفة؟ لا لأنكم إذا قرأتم إنجيل يحنى معنا ستعرفون أن التوتر بين يسوع والقادة ظل يتصاعد والأمر ليس مقصورا على رموز السلطة ولكن جموع الشعبنا لها هذا أيضا هناك صراع لتحديد هوية ورسالة هذا الشخص كيف يمكن أن يكون المسيح بينما هم غاضبون عليه؟ كن حاذرا في اختيارك للأشخاص لأنك إذا فتحت قلبك لأي شخص آخر غير روح الله وسلطان كلماته فسيكون من السهل جدا أن يتم خداعك لذلك إذا سمحت للأوثان أن تدخل حياتك إذا فضلت أمورا أخرى في جوانب حياتك كلها على الرب فلقد تعرضت للخداع بالفعل وسيكون من السهل الوقوع في سلسلة من الأخطاء نتيجة ذلك الاختيار إذن فلدينا هنا رجل أعمى والآن يبصر ومرة أخرى يسوع يفعلها يوم السبت فسأله الفريسيون أيضا كيف أبصر فقال لهم وضع طينا على عيني واغتسلت فأنا أبصر فقال قوم من الفريسيين هذا الإنسان ليس من الله لأنه لا يحفظ السبت آخرون قالوا كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات وكان بينهم انشقاق حتى أبوي الرجل الأعمى لم يدافع عنه لألا يتم إخراجهما من المجمع ممارسة الضغط يسوع قال ما جئت لألقي سلاما بل سيفا يسوع يمثل نقطة ضغط وأستطيع أن أخبركم بأن أحد أهم علامات نهاية الدهري هي زيادة الضغط الروحي لأن من يحكمون مملكة الظلمة يفهمون أن وقت نهايتهم يقترب سريعا وعلى الجانب الآخر فهناك من يتعبون في حقول الخدمة لأنهم يرون أنها جاهزة للحصاد واستقبال إعلان الإنجيل والتبشير بأخبار الملكوت السارة في العالم بصورة غير مسبوقة ولا يمكن أن تحدث مثل تلك الأمور في العالم بدون وجود الضغط كان يسوع يتعرض لمشكلات لأنه لم يلتزم بقواعد ضد إرادة الله وأنا أيضا لا أريد الالتزام بأمور ضد إرادة الله حتى يسر بنا دعونا نصلي أبي السماوي أريد أن أسعى لإرضائك أكثر من الأشخاص والمؤسسات حتى تسر بنا تسمي يسوع آمين شكرا لمتابعتك لبرنامجنا خدمات ألين جاكسون أصلي أن تكون هذه الحلقة سبب بركة لحياتك يمكنك متابعة كل الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني www.malakotsad.com أو www.kingdomsad.com ومن خلال التطبيق kingdom-sad إذا كانت لديك أسئلة عن هذه الحلقة أو عن الإيمان المسيحي أو إذا كانت لديك طلبة صلاة تواصل معنا info at malakotsad.com وعلى whatsapp و viber plus 1-404-851-4921 واحد والرب يباركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر